اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا هو التعقيم والنظافة المستمرة لكثير من الناس والمشاهدين كثير منهم ما بيعرفوا المعلومة الكافية أو الكاملة عن استخدام المعقيمات بشكل سليم بالإضافة لمواد التنظيف اللي ممكن تكون مؤزية أو غير كافية للتعقيم في حال استخدامها بشكل خاطئ معنا معمر إسماعيل أخصائي مكافحة الآفات والتعقيم نحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع يسعد صباحك يسعد صباحك يسعد صباحك يعني كثير عم نسمع من اختلاطات الناس قد ما أنا موسوسة صارت نظافة عم تخلط أكثر من شغلة وعم يسبب هذا الشي مشاكل صحية وسواصل نظافة مبارسات الصحية الصحيحة بنا نعرفها اليوم منك تماما تماما فيروس كورونا مثل ما معروف للكل أنه فيروس ينتقل عن طريق اللمس اللمس الإيد السطوح ملوثة بعدين نحن ممكن نلمس العين الوجه الآن في الفم بهذه الطريقة ينتقل للجسم عميث التعقيم هنا تتدخل بحيث أنا أكون الأسطح الذي عندي نحن نحكي عن المنزل تكون نظيفة معاقمة خالي من المسببات المرضية فعليا الهلأ دراسة كافية عن الفيروس لا يوجد ولكن يقصوا على الجراسيين على الفيروسات الباقية وهو فيروس كورونا يعتبر من الفيروسات الكثير ضعيفة غلاب دهني مثل ما خربته أنا صفيت قضيت على الفيروس بالتالي المواد التي سأستخدمها أنا في البيت ستكون مواد منزلية ما سيكون فيها تعقيد ببساطة أنا سأقول أنه أنا التعزيل التعقيم تابعي سيكون تعزيل مع شوية إجراءات ترتيبية التركيز نحن نتحدث عن التركيز شوي بالبيت أنا بدي أعزل سيكون التعزيل عندي تنظيف الماء والصابون مثل العادة من فوق لتحت ومن جوة لبرة عندي غراف أنا أبدأ من آخر غرفة مو بمسحة من أدام وأنا بمشي وراها لا بالعكس من جوة لبرة ومن فوق لتحت سيكون طريقة التعقيم المواد التي نستخدمها بالتعقيم هي مواد كثير بسيطة نفسها مواد المنظيفات موجودة بالبيت كخطوة أولى الكلور الموجود في كل بيت مع محاذيره محاذيره الكبيرة هي موضوع التخرج موضوع السمية تبع الكلور بس نحن نستخدمها بالمقادير الموصفية ستكون طعالة معقمة جيدة وآمنة مع المحاذيره أنا في البيت مثل ما قلنا سنساوي عملية تنظيف قبل عملية التنظيف أنا في البيت أهم شي أنه شوف أنا شوفي عندي شغلات معلقة على الحيطان على الرفوف بالمطبخ خزينة تتخلص منها ما هو وقته هلأ اجمعها اضعها بكاراتين برفعها لسقيفة خفها في سطحه التماس المرحلة اللي بعدها بأعقم بغسل برفع هذه المواضيع على الرفوف بالسقيفة بمشي غرفة غرفة عقيمة المحكينة غسيل بالماء والصابون بعدها وبطبق الكلور الكلور يجب أن يترك خمس دقايق على الأسطوح حتى يعطفها عالية بعدها نشوف صار أنا عندي البيت عقيم أو معقم وخاصة نحن لأ فترة حجر صحي طوعي بالبيت نقل الإختلاطات صار أنا بالبيئة جدا جيدة في حال عتزت أنه بدي أطلع جيب غرض قففها قدر الأمكان وأطلع لبرة قفف اختلاطاتي أخذ إجراءاتي كثير ضرورية المسافات الفاصلة بين الأشخاص ما ترب ما حاول كثير فوت بالتسوق وهذا الغرض وهذا الغرض جيب غرض وارجع مباشرة على البيت هون بهالحالة هي أنطلعت برات البيت وراجع أنا أطلعت له وسط ملوث بالتالي هناك إجراءات إبني أفوت على البيت لكي هذا الوسط العقيم لا أخربه بداية من على الباب أشتاعد حزاء تبعي أنا قبل بالبيت شوف أكون مساوي الأحزين المنزلية التي أستخدمها تكون غاسلة مليح بالماء والصابون من الشفاء جاهزة على الباب الحزاء تبعي تبرا لبست الحزاء المعقم لنظيف عندي طاولة حاططة جنب الباب كل شيء معي غراض من مفاتيحي لجزاني للغراض المشترية حطيتها على الطاولة طاولة العزم فتعة المطبقة غسلت إيدي رجعت أنا لحالتي الطبيعية المحال المعقمة بلشت رجعت على الغراض التي أنا موجودة عندي على الطاولة من محفظ على مفاتيح ممكن أعقوم بمحول ممكن أعقوم بماء وكلور نحكينا عن كلور كلور هو مادة كثير رائعة بس لا أريد أن نخلق مع أي مادة المادة المعقمة مادة فقط ما زائد كلور فقط لا غير لا ننسى بأي تجارب تانية كلور وكحول خطير جداً بيطلع غاز سامن طيب كلور وخل خطير جداً مادة سامنة كلور وماء أكسوجيني فقط فعاليته لكلور ما عد فعال وما استفت منه نهائياً طيب كلور وفلاش مادة مميتة أنا كون عم بحكي أنه أنا بدي ساوي بقاية من مرض فوتوا بمخاطر كثير خطيرة المديد الصحيح لمادة كلور النسبة المعقمة أنا بحط مكياب كلور لتسع مكايين الماء وأول شي بحط الماء تسع مكايين مثلا عندي سطح لعشرة لتر ليس سبعة ضعف تسعة ضعف تسعة ضعف أنا عندي مثلا بيت كبير ممكن حضر له عشرة لتر بعبي تسعة وبجيب أنينة كلور اللتر وحطها فوقه صار المحلول جاهز للاستخدام ما يتخزن أنا مثل ما أقول لك أنا عندي بخاخة لا يتخزن من حدث 24 ساعة في تفاع عاليته ها هيك من حدث الماد ما نستخدمه المنزلي هو هبوكلوريت في الصودون لكن اذا ما مدده ما يمدد مع الكلور يعني يمد مع ماء غير من حالة حالة 24 ساعة في تفاع عاليته أنا أخذر كل يوم بيومه التعزيزي الذي حتنا عنه التي هي التعقيمة به هي بتصير مرة كل أسبوع أنا طالما محافظ ما عندي فوتو ما عندي طلع ما عندي هذه الأصصية أنا ما عندي بشكل البيت لسه معقم صار عندي طارق معين صار حسيت أنه بعد مثلا صار فيه فوتو بطلع كثير ممكن أسبوع ثاني ساوية عندي التعقيم هي عملية علاجية أنا بتقضي عن المسببات المرضية مالها صلاحية لقدام أنا بقدر محافظ على الوسط معقم بقدر ما يستمر معي نعم يعني خلينا كمان نحكي نور عنه أكثر الأخطاء الشائعة سمعنا كمان حوادث من كم يوم أنه مثل ما قلت يمكن خلط الكلور مع الفلاش مما الحادثة مميتة يعني بسوريا من فترة خلينا نحكي شوي عن الاستخدامات كمان البديلة هل الماء والصابون للي ما عندهم القدرة لشراء النظفات أو إذا ما قدروا بقى ينزلوا عشر على يشتروا هل الماء والصابون كافي لتنظيف حتى الأسطح؟ طبعا، الآن من المعروف أن الماء والصابون لغسيلة الأيدي لعشرين ثانية قوة كفيل لتنظيف الإيدة وتعقيمها بشكل كامل الماء والصابون نحنا شتفقنا أنه يكون معه مدة كافية للتنظيف أنا طالما أقعد بالبيت لأحكي عن إيدية التعقيم الشخصي أنه ماء والصابون ما لديه في البيت؟ أنا شيء آخر ممكن أن نرغمه الأسطح، الطاولات غير طاولات الطعام، سنقول أننا ماء والصابون بالنسبة للتخفيف، نسعة لواحد، ماء والصابون طيب، أنا طاولة الطعام يفضل، ابعدوا بصابون الصابون عندي الأساس، إذا كان أساس قماشي مشاكل الصابون من الألوان، الموضوع الخير ما يمكن أن يكون ماء والملاح والخل؟ ما هي موجودة في المنزل؟ سيكون مثل عالد زينب لا يوجد أنه موجود لديه في البيت لا أستطيع أن أخرج إلى برات البيت وذهب إلى أشتري هذه المعادة ماء والصابون، عملية التنظيف تخفف كثير من الحمولة الجرثومية أو الحمولة المسببات المرضية لكن كما أتحدث أنه أريد الوقت الكافي لحتى طبقة بالنسبة للأسطح أكيد سيساعد لكن أنا حتى أقول تعقيم كامل إذا كنا نزح بأجد الكحول وأنها نصغب بأجد الكحول أمكن بأجد الكحول وإذا قلت الكحول يصبته صعب في إدعونا الملح لماذا؟ هنا نبدأ من خرافات وماذا نراهن من الخرافات وتغيب التجاوزات وتغيب الأصص ما هي علمية أما هي؟ ما هي ملحة؟ ماذا؟ 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 أما هي بالمواد الغذائية أحصر تركيز أحصر زمن وحضت مرة حمض الليمون والمي أيضاً للمواد الغذائية الحضرة تأتي من بره أنا أكيد لا أستخدمها مباشرة فأنا قبل ما حكينا طاولة الحجر أنا أريد أن أستهلك أخذها أعقمها بمي وملح بمي وحمض الليمون مي وخل ممكن أن أخط لتر كاسة خل الشاي نقع لابدت ربع ساعة صارت المادة اللي جاي من بره عندي معقمة للمواد الغذائية أما تعقيم أسطح غير فعال نعم مي وخل مي وملح مي وحمض الليمون غير فعالة يعني منيح اللي وضحنا هاي الأمور نور لأنه كل حدا مجتهد على طريقته فخلينا أنه وضحناها بطريقة علمية شوين نحن نتشكرك كتير أستاذ معمر على كل المعلومات والتصحيحات اللي عطيتنا ياها أستطباحك وياهلا بكم نتشكرك معمر إسماعيل أخصائي مكافحة الآفات والتعقيم على وجودك معنا